أهلا بكم مشاهدينا من جديد يطمح كل إنسان إلى أن يكون شخصا ناجحا في الحياة من المرحلة الأكاديمية إلى المهنية والاجتماعية أيضا ولكن هذا لا يأتي على طبق من فضة كما يقولون كل ذلك يحتاج إلى الجهد واختنام الفرص اليوم نتعرف على مفاتيح النجاح وكيف يمكن أن تكون شخصا ناجحا في الحياة نستضيف معنا ضيفنا الدائم أسامة فراج مدرب ومستشار عائلي سيد صباحك يسيد صباحكم صباح الطاقات الإيجابية صباحات النجاح قبل ما نحكي أسامة عن مفاتيح النجاح أول شي خلينا نعرف شو هو النجاح طلع نجاح فيه كثير مواضيع النجاح للأسف الشديد معظم الناس هون يفكرون أنه النجاح هو نجاح على الصعيد وهو التعليمي أو المهني ولكن بشكل عام النجاح هو مش فقط على الصعيد المهني والتعليمي النجاح في جميع أنحاء الحياة على الصعيد العائلي على الصعيد النفسي على الصعيد الاجتماعي على الصعيد فكثير أسعده فكثير ناس بالمثال هو ناجح تعليمي أكاديميا يكون دكتور ولكن على الصعيد النفسي هو بيكون بعاني من مشاكل نفسية من اكتئاب من إحباط من الخوف وإلى ذلك أو بعاني من مشاكل اجتماعي فالنجاح هو مش فقط نجاح في شيء معين أو موضوع معين هو نجاح يشمل جميع موضوع الحياة يعني في كتير ناس بيحكوا أنه النجاح هو حظ هل هذا ما قوله صح ولا لا؟ اللي بحكي حظر بنصح هو أن يحضر الحلقة لأن في الضغط نحن رح نحن نحكي عن هذا الإشيء اللي هو النجاح إيش النجاح وكيف أنه كيف الناس تنجحوا ليش فيه ناجح وليش فيه ناس اللي بيش سميه فاشل ناس اللي ما بتنجح في حياته هذا رح يكون الكوليات كذا نعمounous ثلاثاfront خبالنا مهم جدا إحنا بدأ أكون ناجح مهم جدا يقرأ عن النجاح هيفهم ايشienen موضوع النجاح ويفهم ايش مع النجاح يتعلم مهارات النجاح فهذه الحلقة هادي رح نحكي عن الناجحين كيف نجحهم ايش الأساليب التي تستخدمها وuestoما pistolنا نجح فال MOSC understanding وحكيلك عن كل النجحين كان عندهم هذي المفاتيح أو هذي المهارات النجاح هو الذي تريج لهم الدافع يعني أنا أريد أنجح. SCHARFLEZAKيفا. هذه هي النقطة الأولى. هي الرغبة الحقيقية. يكون لدي رغبة. يكون لدي دافع. يكون لدي مكملة. ك Dennي عندي من جوا شيء أنا. أنا أريد أن أقول للناس في المحاضرات. في أحد يريد آمه. أو في أحد جاء أمه. أو هنا أنا أريد أن أريد number. أو هناك يريد أن أريد أن أحد وبكث أن أريد أいます. أريد أن أريدله مثل أكل ممن nuggets. أريد الإنسان يمكن أن تفكر بثارنين fossil fuels الأمر. أنا أريد أن يفكر فيه ويقوم بها. يفكر فيه ويقوم بها. يقوم بكل شيء يصل إلى هذا الهدف. مثل ما قلت. أنا لا أتحدث عن تعليم. أنا أتحدث عن مصاري. أنا أتحدث عن علاقات اجتماعية. أنا أتحدث عن علاقات زوجية. أنا أتحدث عن ابوه ناجحة وإلى ذلك. فهؤلاء الناس يجب أن يفكرون هذا الناس. مثال بسيط. ما يعني رغبة حقية؟ هناك قصة بسيطة. شخص الذي كان ناجحاً مادياً. عنده بين قلسين المليونير. فسأله أحد يقول. أريد أن أكون مثلك. قال أريد أن أكون مثلك. أريد أن أكون مثلك. أريد أن أتأكد أن تكون مثلك. أريد أن أقول. ما يفعله؟ أمسكه وضعه مثل بركة. وضعه رأسه في البركة. تخيل معي تقريبا 40 أو 50 آخر. ويقول. ما يفعله؟ يخيل لي أن أم تخرج من الماء. ما يحدث عنه؟ وأريد أن أتحدث عنه. رأى ماذا أريد تلك هو?. عندما أريد تلك معاغوة الهواء، عندما أريد أن تكون المصاري أو المليونير في ببنى هل responseِ هوفى . أمور الرغبة للقناة، على الألوان، أريد أن أتع seamسكيي فأريد أن أفعل نجاحا ما أريد كثير من الناس يقول الشديد... نفسي يصير معي بسرعة نفسي أكون مفصولة نفسي أكون نفسي أكون نفسي أسمعها أفحد تشين بالزبط فالناجح ما في عنده إشي نفسي في عنده أنا بدي إياه وراح ييجي اللي هي نحن نيجي للنقطة الثانية اللي هو التفاؤل بكون اللي ناجح ودائما بكون في عنده تفاؤل تخيلي معي أديسون اللي اخترى الضو أكمل مرة فشل 999 مرة وانت الإنسان كان في عنده بنقرأ سيرة ذاتية تاته وكان في عنده إيش كان في عنده تفاؤل تفاؤل وبالخير بخصوص هذه النقطة أسامة يعني دائما بيحكوا أنه النجاح هو أنك تنتقل من فشل لفشل بس بدون ما تفقد الأمل بيزبط يعني أنت بغض النظر فشلت أول مرة فشلت أول مرة رح ضلك تفشل بس المهم أنك أنت ما تفقد الأمل بالضبط من نقطة الثالثة أو الرابعة اللي هو إحنا التعامل إحنا كيف نتعامل بشكل إيجابي مع الفشل المتفائل يعرف يتعامل مع الفشل ولكن الإنسان السلبي أو الإنسان اللي بحكوها في آخر النفق شايف فقط ظلمة فأكيد هو مش رح يكمل وبيأس وبحبط عشان هيك سبيل المثال طلاب الثنوية وطلاب التوجيه وإنسان اللي ما بدرس ليش ما بدرس تسأل أنا بسأله إيش بصير معاك إيش بتفكر فبحكي خلاص أنا مش رح تزبط معي فو إيش شو يعني مش رح تزبط معي معناته إنه إيش إنه شايف إنه شايف إنه شايف مش رح يصل الهدف بهذه النقطة هون بيكون لازم كون للشخص كمان غير التفائل وللرغبة اللي بده يكون عنده تحدي مش يقول لأنه أنا ما بدي إيش بصمعي من أول قبل ما يسوي إيش لا يكون متحدي إنه أنا رح أنجح وأنا أدهو أعدو برافو عليك اللي هي هذي أيضا نقطة اللي هي جدا وهم الناجح دائما بتحدى الظروف فيه ظروف صعبة مهما كانت صعوبتها طريق النجاح مش هوية طريق النجاح ممالان حواجز وفيه عقبات وفيه معيقات والناجح وظيفة أنه يتعدى وهادي المعيقات ويصل لننتيجة اللي بديها حياتنا دائما أنا بحكي نذا على فكرة مش بس النجحين في حياتنا بشكل عام الإنسان من إنسان السعيد الإنسان السعيد هو اللي بعرف أنه فيه معيقات هون ولكن أنا بعرف ومتأكد مية في المية إنه هذه المعيقات أنا بقدر أني أتجوز مجرد أني أفكر بهك طريقة هذه طريقة تفاولية تخيل معي ولكن تخيل مع الإنسان الثاني يأتي وإنك تظهر بأعرف إذا رح تثبط معي الشكل لها مش رح تثبط معه مش رح تثبط معي فهو مش رح يكمل الطريقة ولكن الثاني مجرد تفاعل وحكي أنا رح أقدر أني أتجوز هذا المعيق أو هذا الحاجز أنا أكيد إن شاء الله رب العالمين ونح تثبط معي وأكيد ننطيع أن نضع على أفضل نعم دعونا نتكلم عن مفاتيح النجاح نعم الآن سنقول ننطيع أن نضع واحدًا من تفاول والتحديثين النقطة العادية نحن مهمة وأن نضع من المفاتيح هذا هو التحديات أنه كيف أتحدى المعيقات في الطريق يجلما دائما 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 في معيقات نحن نأتي نقطة بعدة نقطة بعدة الثانية هي أنها في حاجل طاقة طاقة هي زي بنزين السيارة والسيارة بدون بنزين فنحن دائما بحاجة لإييييش؟ بحاجة لبنزين اللي مشينا. والمشينا اللي هو المشاعر. بس في مرات حتى لو أنا بكون أنا طاقة و أنا بي أساوي و بي أسير بصير في حلم إنه أنا بدي أكون مثلا مذيعة بدي أكون أوصل أعلى مراتب أوصل لقنوات معروفة خلينا نحكي على سبيل المثال ولكن في مرات الجو العام أو المحيطين فينا بسيبك من الشارع شو دي وصلك مثلا لمحل. فساووا إحباط للشخص. فهذا برضو يعني معيق قدام الشخص إنه ممكن يتأثر. فكيف إنه هون الشخص إنه ما يتأثر في كل الناس اللي عم بحكي له بقد ما يحكو له ممكن أكيد في لحظة من اللحظات رح يشعر إنه في عنده نوع من الاكتئاب أو نوع من الإحباط. أكثر إحباط. ليش هالناس عم بتقلل في قيمتي مثلا لا أنا بقدر أكون. فقديش هون الشخص نفسه إنه يتحدى كل هاي المعيقات ويثبت لهم إنه لا أنا يعني بحكوه بالعرابي بيت اخذوا عينيهم إنه لا أنا شاطر يعني. طلع يعني أنا يعني في الدورات أو في المحاضرات أبعطيها إذاً أنا بتمنى واحد يجي حكي مش هتزمت محك لم يعزمت معك بنزد معك أو سمي فلسان بتصني إنتك بعد تعمل إشي بس، تحدي أ stabilًا أكيد مية في المية انت رح تفشل في هذا الموضوع أينيس بالنسبة لأي أنا ، حد إيش حكينا تحدى أن تعريقe على التحدي. أنا بأخذهم وإحنا كيف نتعامل مع الأحداث. شو حكيت لك؟ هذا محيق. الناس. ممكن نكون على فكرة الناس يكون عادة نهم القاربين لإلنا. عادة الناس بكونوا سبب في نجاح. الناس القاربين بكونوا لإلنا ويقعوننا منيح. مين اللي بدي الشيان يتقدم. هل أول شغلة أنا بتطلع عكا هيك بشطل. هذا الإنسان اللي بيحكي عني هيك أنا أول شي ما بغضب عليه. أنا بحزن عليه. إنه الجعبار يصير زيه وماشي قادر يصير. نحن نتطلع أوكي عن نية الإيجابية. لكل سلوك في نية إيجابية. إيش نيته الإيجابية؟ إنه بيجي بحكي لتطلع أنا مش قادر أكون زي كنت كوني مذيعة عالمية. طب كيف أنت سرتي؟ طب أنا مش قادر. طب أنا لما بشوفك تتقدمي وأنا محلي أنا بشعر بالفشل. فأنا أول شي بحزن عليه. ما بغضب عليه. نين بتحدى؟ حكيت إنك أنت بتحكي لأن أنا مش رح أصل. أوكي. الأيام وبيننا. من هناك من تحدث؟ من هناك من تنموهم بالفشل و ولم تنصب تنصب معكم وأنتي ولا أين؟ أوكي. لا. والذول الناس بالحكس أن تتموها كتحدي. حكيت إنك إنها من الناس اللي في قرد أيضًا. يتسمعك أيضًا ، أعطيك الإيجابية ومع التطاقة. ما يعني نتحدثني؟ ما بتسمع هذا؟ ما يعني نتحدثني؟ انا لم أستمع هذا اليوم يوم بسمع هذا اليوم، لكن لا يسكن، لا يسكن، لا يسكن، لن يسكن على المشكل. تخيلني معي أن كل يوم أنا بسمع هذا التكالي، وما سيحدث؟ إذا أنا أريد أن يأتي كل واحد أن أتأثر فيه، أنا أكيد لا أستطيع أن أتقدم في حياتي، لأنني أتقدم، أتقدم، وهو يسكن، وين يضل؟ وهو يسكن، ومحلي. إنه يسكن، بخصوص هذا الموضوع، حكيت عن الفشل، وإحنا كنا نتحدث في فترة على التليفون مثال انه انت كيف كان زمان انه خليت نحكي انه انه انت فشلت اكاديميا خلينا نحكي ولكن انت كان برضو عندك اسلوب انه انت قدرت توصل وهلأ حضرتك انت يعني خبير تنمية بشرية او مدرب عائلي فقديش انت من خلال هاي التجربة عام بتطلق عم بتعلم طلابك او اللي عم بتحضرهم من تجربتك الخاصة خلينا نحكي يعني قبل فترة عملو في قناة معينة عملو عني تقرير عن حياتي وهيك فكتبت في الفيسبوك في الصفحتات الحمد لله على نعمة الفشل الحمد لله على نعمة الفشل هي نعمة لاني لو انا ما فشلتش و انا صغير انا ما صرتش المحل انا موجود في اليوم الناس كلها بتخاف من الفشل على كلنا منرجع لماذا الناس بتخاف اكثر شيء من الفشل لماذا حسب رأينا؟ عشان الناس ما تتطلع عليها نظرة لهم ايش الايجو تقدير مهم لنا نظرة الناس تخيل انتم تعلمتم مذيعات هون فمهم لك كيف يتطلع و كيف يشوفوك الناس و الى ذلك فعشانك يتمرنوا 24 ساعة وهيك مشكل العالم احنا كلها اثناء نظرة الناس مهمة وهيك البني ادم مش عفكر عننا بس في الوسط العربي جميع العالم احنا بتقدير الذات الايجو مهم لنا عشان هيك مهم جدا انا احصن هذا الايجو كيف انا بحصنه؟ انا بعرف ايش فشل شو معنى فشل؟ ايش معنى فشل؟ الفاشل انا بالنسبة لي هو الانسان اللي ما بحصل او ما بصل الى هدفتاه بغد النظر بعد اكمل مرة و انا بحكي ماذا بسمي المثال طلاب الثانوية طلاب التوجيه بعمل مطلعوه حتى لو مزوطت معاك مش اخر الدنيا انت تعرف ايش بتكون انك فاشل اذا انت مرجعتش سويت اخر مرة توجيه ونجحت في التوجيه هيك انت بتكون فاشل الفاشل احنا مبسمي حتى فاشل بسموه عادي التجارب اول مرة تاني مرة تالت مرة بس في النهاية انا بعرف ومتأكد مية في المية ان انا رايح اصل هدف هيك بكون وهذه الهماع بالضبط كالناجحين ترجع على سيرة الناجحين كل الناجحين كان لهم فاشل ذريع زيب مثال ترامب رئيس البيت المتحدة خسر خسر ملايين وليس ملايين مليارات اوكي ولكن حقا انا رايح ارجع كل الميرات هذه وتصير ضبل انها تصير عندي تخيل مع كيف كيف الاشي تحدي وفعلا طلع وين هو موجود اليوم لذلك لا يوجد شيء اسم فشل نسميه احنا اعادة تجارب وهيك انا بكون شيء خفيف وفي النهاية نحن لازم نحصن نفسنا اللي هي قد تقدير ذاتي انا اقدر ذاتي انا اعزيز نفسي انا عارة كيف اشجع نفسي وهيك انا تقدير الذات كمان اسامة كمان التقاط نقطة من نقاط اخرى جدا مهمة اللي هي اخرى من مفاتيح النجاح ولا يمكن تكون ناجح مع اندا ما يسموه السيلف استيم تقدير الذات ويكون تقديرك لذاتي يكون منخفض صحب عليك بتدرش تكمل فعشان انا دائما بشتلع الناس ان انا اشتري ان اعرف كيف يرفع تقدير التقدير وثقة كمان اسامة داي مهمة ثقة بالنفس انه انت عن جد بتقدر توصل للي انت بدك اياه مش حاطة تحلم معين وانت شايف قصة انك ما رح تقدر توصل وما عندك ثقة بحالك ان انت رح تقدر توصل مياه والثقة جدا مهمة ثقة ايش معنا ثقة ثقة انا بعرف ان انا عندي الامكانيات نفتيح النجاح انسي كل النجاحين كانوا عندهم صبر صبر الاسعف الشديد فيه ناس بالمثال انا يعني بدأ ادخل الجامعة طالب جامعة بدأ ادخل جامعة مش حاطة مع اول مرة فخلاص ياه مش حاجة تزبط معي فتتراجع اوكي انا عندك ثقة بالذات اوكي بحكي انا اتطلع مستطع معي اول مرة ولا تاني مرة بس انا بعرف انها ريح تتصل رح اصل لهذا المحال ومش بس هيك انا بعرف وين نقاط قوتي انا عندي قوة انا عندي ارادة انا عندي عزيمة انا عندي اسرار ونسميها نقاط القوة الموجودة في داخله وهذه نقاط القوة دائما بتعطيه بتعطيه انه يحقق اي هدف بديه هذا الانسان اللي عنده اللي عنده ثقة بالذات ودي كمان مهم انه الناس اللي حواليك او القربين منك سواء اذا كان الشخص متجوز كانت زوجته او كانوا اهله او اصدقاء هديش مهم انه هدول الاشخاص يكونوا هما عن جد اذا انت في مرحلة معينة او انه يقست لاشي بسيط ممكن ان هدول حواليك يعزز ويرجع يعزز ثقتك بحالك ممكن بلعكس ممكن بلعكس ممكن بلعكس او الناس يعني القاربين جدا طبعا نحن نسمي الدعم الاجتماعي اكيد في ناس احنا بحكي دائما لازم احنا نكون محاطين بناس معينين هدول الناس احنا مسميها مجموعة الدعم للي سيبين مثال انا في الي تقريبا اربع او خمس اشخاص انا دائما بلجع انا بلجع اليهم في وقت انا بشعر بضعف في وقت انا بشعر بياس في وقت انا بشعر بحبات انا باعرف ان هدول الناس لالي في وقت ان انا بحاجة وكلنا بحاجة دعم احنا بسي البطارية وبتفضل البطارية ولكن مهم جدا احنا نشحنها كيف من احدى وسائل الشحن انه يكون في مجموعة دامة يكون في الاصدقاء اللي عن جد احنا بنثق فيهم اللي بتعطونا الدعم مش بتعطونا طاقات سلبية لا انساك بحرفونا منيح وهم عن جد عن جد بحبونا كثير من الداخل وبهمهم مصلحتنا وهدول الناس دائما بيدعمونا فلذلك انا بنصح الجميع ان يكون في عندنا دائما تكون محاطرة اربع اشخاص وهدول الناس في حالة انك ضعبت وماش بس دائما بحاجة انا دائما بعد مرات بحاجة لا استشارة بحاجة لا اشي اللي احنا بني ادمي بحاجة تعزيز بعض فعشان هيك انا شو اللي بحكي انه مهم جدا ان نكون محاطين بهذه الناس اللي احنا دائما اعززون بالنسبة للاشخاص ممكن يكونوا مقربين بديش يسميهم سلبين مثل بتجونوا في الدورات وكيف بعمل دورات الامار تحكي لزوجي ما هو بدعم ليش انا مهم شو بحكي لهم انك تدعمي نفسك اذا انت بتعرفي كيف انك تدعمي نفسك فانت ما بتكون بحاجة لدعم زوجك فمهم جدا اللي نرجع هي نقاط القوة الموجودة في داخلي اللي انا اعرفها بسبب المثال هي بده تدروس وهي بحاجة بتحكي لطلع زوجك بدعمني ايش بحكي ليش فانا بحكي له كنت لازم تعلم المهارات هذي كيف انك انت تشجعها كيف انك تشجعها وكيف انك تحفزها طب اسامة حكينا عن نقاط القوة كيف الواحد ممكن يعرف نقاط قوته ويستغلها صح عشان يقدر يوصل الى الهدف صحيح نحن بحاجة نكون وعين عن ذاتنا هذه بحاجة لوعين عن الذات ما بتيجي بحاجة اكثر دراسة عن الذات ووعين الذات ممكن هو بحاجة لكوتش مدرب معين اللي هو يكشف قدراته كثير انا عطيك مثال كثير من بيجوا عندي على الدورات نساء سبيل مثال اوكي بتيجي بتفكر قناعة قناعة سلبية عن ذات ان انا ضعيفة انا مش هقدار انا مش هتزبط معي انا عصبية انا ضعيفة انا بنرفذ بسرعة وحاولت اكتب مرة مش هتزبط معي فانيش بعمل بتركها شوي وبرجع للماضي تاها تجاربها من الماضي وين قد قوتها في الماضي بناء على التجارب الخادطة فمجرد ان انا برجع لوران هي بتكشف عن حالة بصير عندها وعي ذاتي انها هي قديش انها قوية فبعد لقاء اللقاء انت تجت اوه تعرف شو انا اتوقعتش ان انا اكون قوية لها الدرجة فعلا انا انسانة انسانة جدا قوية انسانة جدا قوية بتعرف اتذكر التجارب اللقاء انا اخذتها في الماضي ومتوقعت ايش حالي ان انا لها الدرجة اكون قوية فانا وين شو رجعتها للماضي خليتها تحس التجارب بعد انها فعلا ومهم جدا انا نحس تبهوا فينا تحكي انا طلع كلهم بحكوا لقوي وانا بقول اوي بس انا من جوة مش حاسس مهم جدا احسيس بدون حاسيس من فعش وانا بخليها تحس هذه الطاقة الموجودة في داخل وحس نقاط القوة اذا في ثقة اذا في قوة اذا في ارادة اذا في عزيمة ومنلاقيها خاضت تجارب جدا صعبة بذات ام إلا عندها ولاد وإلا علمت ولادها وإلى ذلك هذا تجارب بالمرة مش هوين فبتلغي اوكي عرفت شو نقاط قوتها اوكي هلا وفي بتصير تطلع لقدام وين بدك تكوني سابني مثال انا بدد يو انا عمري اربعين سنة او انا اليوم بدي اتعلم في الجامعة بسألها السؤال هل تقدر يا حسب رايك انك تكملي في الجامعة بتقول لها انا خدت رجعت للماضي وشفت انا اديش في عندي نقاط قوة اديش في عندي نقاط قوة فاكيد انا راح اقدر احقيق حلمي وانا اخيد ان انا بقدرني ادخل للجامعة سامي خلينا نحكي عن قوة النجاح يعني هاي المحاضرة راح تكون حضرتك راح تقدمها في رمالله خلينا نحكي عنها اكتر شوي بما انها لها علاقة تمام بالنجاح اللي احنا عم نحكي عنها اوش بدعوك تكونوا معاي في المحاضرة طيب طلع قوة النجاح ان شاء الله راح تكون في واحد وعشرين عشرة يوم الاحد في مصرح القصبي هون في رمالله المحاضرة راح تكون كل ما حكينا عنها راح تكون ولكن راح تكون بشكل اكثر واكثر مفصل ومش بس مفصل لكل شخص راح تكون فيها ملان 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 طاقات ايجابية راح تكون فيها تمرين وراح يكون فيه اخرى اشخاص اللي خاضوا تحديات جدا 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 صعبة اللي حكيت عنها الظروف الاول شيء اللي هي ظروف صعبة كتير ولكن بالرغم لكل الظروف هذه الى انهم قدروا استطاعوا انهم وصلوا المحلات اللي هي جدا جدا بعيدة وكان عندهم احلام وهم قدروا انهم حققوا الاحلام هذي لكل شخص عنده حلم لكل شخص عنده هدف لكل شخص بحاجة لكوة لكل شخص بحاجة لطاقة المحاضرة هذي راح تكون ان شاء الله رب العالمين في واحد وعشرين عشرة يوم الاحد الساعة خمسة العصر في مسرح القصرة يوم الاحد الساعة خمسة العصر اكيد احنا بندعو كمان كل اللي اللي تتابعونا انهم يحتروا هاي المحاضرة اكيد رسالة اخيرة بتحب توجهها اسامة في نهاية اللقاء رسالة جدا بسيطة النجاح مش مربوط في ناس معينين كل شخص بقدارين يعني مش صدفة مش صدفة ومش لاشخاص معين زين بفكروا هو نجاح هذول النجاحين اشتغلوا على حالهم مهارات يكون معين عن ذاتنا واحنا ان شاء الله رب العالمين بنشر نجاح بين جميع انا اكيد اسامة وهيك بندعو كمان جميع المشاهدين انه دائما يتحلوا بالصبر وبقوة الاراضة والتحدي يكون عندهم بذاتهم عشان يقدر يوصل لهم بدهم يعني لهن مشاهدين نكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء نجدد لقائنا بعد هذا الفاصل مع فكرة الضمان الاجتماعي اشتركوا في القناة